أفادها لا أعداء ولا أصحاب دائمين في السياسة ربما هذا ما ينطبق فعلا على زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للعاصمة التركية أو لتركيا تلبية لدعوة نظيره رجب طيب أردوغان وصفها الإعلام المصري بالتاريخية تتساءلون ربما لماذا وصفت بالتاريخية لأن أردوغان كان يتوعد قبل حوالي عشر سنوات أنه لا يضع يده بيد السيسي لكن كما نتابع بمراسمة رسمية حتى السيسي رحاله في مطار إستنبوغا بالعاصمة التركية أنقرة وفي مقدمة مستقبليه الرئيس رجب طيب أردوغان استقباله شخصيا عند سلم الطائرة وسط حالة من الترحاب الحار وهي أول زيارة لتركيا منذ تولي السيسي الحكم عام 2014 وبعد فترة من العلاقات المتوترة جدا بين البلدين الرئيسان استعرضا في مؤتمر صحفي مشترك لكن أبرز المواقف المشتركة من بينها الوضع في السودان وما يحدث في غزة نرى ما قاله الرئيس المصري أمني في هذا الصدد إبرز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفض التسعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية والدعوة للبدء في مصاري حق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما استعرضنا الأزمة في السودان والجهود التي تبزولها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي وبحثنا أيضا باستفادة الأوضاع في القرن الإفريقي وخاصة بالسومال حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة السومال الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه الرئيس التركي كتب في صفحته على منصة أكس حول زيارة السيسي غير المسبوقة سعدت باستضافة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي في بلدنا نحن عازمون على تعزيز تواصلنا ومشاوراتنا مع مصر التي لدينا معها مواقف وأهداف متشابهة حول العديد من القضايا لقد اتفقنا في اجتماعاتنا على بناء مشاورات مستمرة من أجل حل القضايا الإقليمية لسيما قضية غزة اتفق الطرفان بالفعل خلال الاجتماع على 36 بندا شملت كافة مجالات التعاون المشتركة سواء فيما يخص العلاقات الثنائية والتبادل التجاري والاستثمارات وملفات المنطقة وحل النزاع تأتي زيارة السيسي لتركيا بعد زيارة اردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي كانت أول زيارة لاردوغان منذ عام 2012 متخذا خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات التي توترت بشدة على مدى عقد من الزمن يعود الخلاف بين أنقرة والقاهرة إلى عام 2013 بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان إثر احتجاجات شعبية على حكمه كان واضحا آنذاك مساندة اردوغان للإخوان المرسي الذي قد زار تركيا حين كان رئيسا عام 2012 كانت مصر مشاهدين من خلال وسائل إعلام والي الحكومة دخلت في حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة التركية خاصة بعد استقبال أنقرة لقيادات من الإخوان المسلمين على أراضيها والسماح لنشاطاتها المناهضة لنظام عبد الفتاح السيسي ورغم الخلاف القديم غير أن المصالح المشتركة بين البلدين وغروفهما الاقتصادية كذلك موقفهما الرافض لما يحدث في قطاع الغزة كلها تفرض عليهما التحالف مع بعضهما بحسب مختصين محمد خيري يقول على تويتر دعونا نأخذكم إلى عينة ماذا يجري في تويتر حول هذه القضية يقول عمرنا ما كان فيه بيننا علاقات تاريخية ولا أخوية أبدا طول عمرها أما صابر جابر الصابر الجابر هذا يقول ربنا ما يفرأ مصر ولا تركيا أكبر قوة في المنطقة ويرب أصحاب القلوب الضعيفة يبطلوا فتنة والرئيس السيسي والرئيس التركي واحد ويد وحده أما سامية السياسة كده أعداء الأمس أصدقاء اليوم تحكمها مصالح وليس مبادئ وارجعوا للتاريخ